صباح يوم جديد وقد حان وقت وضع حزام الأمان والانطلاق فموسم المدارس قد عاد وهم الطلاب يتهيأون وحقائبهم لذهاب للمدرسة أما المهمة الكبرى فهي ملقا على عاتق أمل وغيرها من الأمهات العاملات وما يريدنه هو أن يضمن التوازن الغذائي لأطفالهن طوال اليوم ليبقوا بصحة وانتعاش ونشط صباح الخير يا أمل صباح نورة هين فيكي كيف الصبح والدنيا وعجئة الأولاد وعم تحضر الأولاد والله رجعنا لهالشغلة هاي من أول وجديد الحمد لله هاينا متجهزهم عشان بلشوا يرجعوا لجو لدراسة وجو الفيقان بدري وكل هاي الأمور إن شاء الله طب أشي الإشي اللي بتحرصي عليها كل يوم الصبح أهم إشي الفطور أنا عندي الفطور هو أهم إشي غير الوجبة اللي بياخدوها معهم على المدرسة أنا بعمل وجبة الفطور وجبة الفطور عندي بيكون يا كورنيفلاكس يا إذا مرات حبين بيد ممكن أعمل بيد حسب هم شو رغبتهم لولاد وشو حبين أنا بعمل هل في مقنوع وجبات محددة بتحب تكون معهم بالمدرسة؟ أكيد هلأ هم الحظ يعني أولاد كتير بحبوا الزيت والزعتار بحبوا اللبنة بحبوا يعني بحس إنه الشغلات اللي بحبوها شغلات صحية بعدين أنا ما بفضل سندوشات الشوكولاتة والشغلات هاي بفضلهاش بالمرة يعني أنا حتى عندي بالبيت ما بسمح فيها إلا طبعا عشية ممكن بعد الغداء ممكن أما الصبح بفضلنا تكون هاي بعدين دولاد عندي بحبوا كتير الخضرة فدائما بحرس إنه أحط لو حصة واحدة الخضرة معهم فليفلي خيارة بندورة شيري أما عن مزيد من النصائح الغذائية لغذاء صحي متوازن للأطفال مع ريهام مجاهد متخصصة التغيير أول إشي لازم يتعود عليه هو وجبة الإفطار وجبة الإفطار طبعا الأمي بتقدر تقسمها لإسمين الإسم الأول اللي هو قبل ما يروح الولد على المدرسة والإسم الثاني اللي هو بفترة الساعة عشرة ونص اللي هي بفترة العصرونة شرب الماء كتير ضروري خاصة بفترة الصباح لأنه بيعطي الولد نشاط وحيوية وبفترة المدرسة أو الدوام المدرسة كل ساعة يشرب له كاسة ماء أو إنه دائما يخلي معه الأنينة المدرسية أمل مرحبا من البيت تجيتي على الشغل شو هي ساعات العمل وأيام العمل عندك هون؟ أيام العمل عندي هون يومين بالأسبوع عادة هون بيجي من أربع على ست ساعات أمل كأم لخمس أطفال قدش الحاجة أنه أنت تكوني بتشتغلي وعم عندك هالعبق يعني مع أطفالك؟ هو أكيد عبق كبير لأنه عم نحكي عم نحكي عم خمس أطفال في المدارس الخمسة عندي الكبيرة خمستاشر سنة وأصغر إشي سبع سنين توم أكيد عبق كتير كبير بس في شوية خينا نقول ترتيب ونظام بالتعامل بهذا الموضوع في أنه مثلا تحضير مثلا قبل بيوم أنا كتير باتخذ هذا النظام أني مثلا بحضر شو قبل بيوم بدي أسجحز أكل لأولاد هذا إشي ضروري عندي أمل هلأ وجبة الغداء شو حضرتي لهم؟ اليوم عملت لهم سباكتيا مع كارونة وجاج مع فليفلة وبندورة وجبة صحية منيخة يعني لإلهم لأنه هذي وجبة تعرفي وجبة الغداء وجبة مهمة جدا خصوصا أيام المدرسة بيكونوا جوعانين؟ طبعا بروحوا كتير كتير بيكونوا جوعانين وبحس أنه هاي أهم وجبة لهم وهي هاي كوجبة بحبوها كتير كتير بحبوها أما الضروري أنه 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 بالإضافة لأنك تشتغلي بمجال النظارات أنت كمان متخصصة تغذية كيف بتقدري تنسقي أنك تعملي لهم وجبات مفيدة وفي نفس الوقت تكون مش كتير بده وقت ما أنك سيدة عاملة؟ طبعا أكيد بدك يعني لازم الدخل بالوجبات طبعا الأولاد لأنهم هي فترة التكون لإلهم لازم الدخل بالوجبات يكون عندك نشويات بروتيني بروتين فدايما باخد بعين الاعتبار هذه الشغلة بشكل عام عشاني كمان بشتغل بحاول مرات أختار شوي الوجبات خينها نقول البدهاش كتير شغل طيب حكتي لي أنه أنت محضرة ليالي لبنان كحلو ضروري تكون في حلو كل يوم بعد الغداء؟ أكيد لأنه إذا ما صوت أنا حلو رح يضطروا يلجأوا يشتروا من برا بعملها كتير ليال لبنان وبحس كتير مغزية وبتحكم مثلا أني ما أحط قطر بحط عسل حليب مثلا مش كامل الدسم بختار حليب واحد بالمية فبتحكم بهذه الأمور وهم بحبوها أمل شكرا كتير تواجدك معنا في برنامج جديد مع الحرة لنظام الغدائي اللي حكيتين عنه اللي أنت بتتبعي في البيت شكرا إليك عفوا أهلا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بهذا كان لقائم عائلات أمل سيدة عاملة ننصحها بأن تتم هي أيضا بصحتها لتبقى بنشاط لليوم على الحرة كنت معكم أنا مرفة العزة من القدس شكرا